أهلا بكم حلقتنا النهاردة هي بعنوان علي ابن أبي طالب بين الحقيقة والخيال أو الحقيقة والخرافة عموما إيه اللي احنا نعرفه عن علي فيه أمور سبتة أو أمور برزة جدا في يعني قصة علي وما نعرفه كمسلمين سابقين مثلا وما تعلمناه في المدارس وفي التعليم الديني عموما عن أهمية علي نعرف مثلا أنه الأمور يعني البسيطة نتكلم فيها الأول أنه ابن عم محمد وأنه يعني من الحاجات أبرز الأمور اللي أنا فاكرها أنا علي أنه كان أول من أسلم من صغار السن إذا كان طفل أو شاب فيه اختلاف في هذا الأمر لكن هو كان أول من آمن بمحمد وأنه عاش في بيت محمد معه ومع خديجة ولو أنه أمه كانت موجودة ولكن هو عاش في بيت محمد أمه وأبوه لكن هو كان جزء من عائلة محمد وأنه كان بيعتبر خديجة ولده لي أيضا وأنه تزوج أحب بنات محمد إليه فاطمة طبعا وأنه من العشرة المبشرين من الجنة عندنا حديث وعندنا قصص وعندنا روايات تقولك يعني إزاي هو اختارهم وإزاي كيف أبشره والكلام ده كله ويعني الحديث اللي تذكر فيه علي لا ينسى حشاركم معاكم بعد شوية وإنه أيضا كان الخليفة الرابع للمسلمين ومات مقتول زيه زي من سبقه بين كل الأمور دي يعني يحكى قصص على علي ودوره في الإسلام بأشكال كثيرة مختلفة منها يعني متفق عليه بين كل الشخصيات الإسلامية اللي في عهد محمد البطولات الخيالية والبطولات المضخمة دائما ومبالغ فيها دائما ويعني أيضا من القصص اللي بنسمعها عنه وبنعرفها عنه بتخليه كده بيلقي ضوء على ما كان عليه حال الإسلام والأمة بعد موت محمد من شقاق وصراع وحروب لا تنتهي من أول أبو بكر إلى علي إلى يعني ما لا نهاية علي راجل بيحبه السنة جدا ويحترمه دوره ويقوله أنه أول فدائي في الإسلام مثلا طبعا أنتوا عارفين السنة مهمة أوي عندهم حكاية الجهاد الإسلامي ده ولكن أيضا هو يقدس من الشيعة ويعني في بعض من الشيعة بيحطوه في الدرجة النبوة وأنه الروايات البطولية والخرافية دائما مصدرها الشيعة ولكن هناك لمسة منها هتلاقي أنها برضو موجودة في عند السنة بعض الشيعة فالشيعة أيضا بيوصل تفخمهم وتعظمهم لعلي إلى درجة رفعه فوق محمد وهتشوفه من الحديث اللي هنتكلم فيها أو وضعه على قدم المساواة أو مثلا أنه في منهم بيعتقد أنه الرسالة كانت جاية لعلي بس جبريل غير رأيه بقى ورحمة يعني سيبك من القصة عشان فيها حاجات كتير لكن يقول لك هو جبريل راح لمحمد بدل مكان حيروح لعلي أنا في خيالي حتى كمسلمة سابقة كنت أسمع عن إزاي الشيعة بيقولوا أنه علي هو اللي كان لازم ياخد الرسالة الإسلامية دي وأنه يمكن غير سريره أو الوحي كان جايله ملقهوش حاجة زي كده يعني كانت حاجة خرافية مضحكة جدا طبعا في مخيلتي أنا مش هو ده يعني اللي تقال عن الشيعة ولكن في جزء منهم بيعتقد فعلا أنه الرسالة كانت مخصصة لي وأنه محمد هو اللي أخد الرسالة محمد بقى قال عنه أنه صاحب اللواء فكان الصحابة يقولوا عليه أنه صاحب اللواء محمد من بدر إلى كل مشهد كل حرب كان هو صاحب اللواء فيها طبعا دي بقى إيه يعني فيها قولان كتير لأنه فيه سرايا كتير راحت وغزوات كتير ما هو مش هو اللي كان القائد فيها كان فيه قادة آخرين ولكن برضو إيه إطفاء اللمعة بقى التلميع هو ده اللي إيه صاحب اللواء فيه مبررات لده من محمد نفسه فيه مبررات إلى تلميع علي بهذه الصورة أولا لأنه من أهل بيته وأنه يعني اتربى على إيده ومتجوز أحب بناء يعني عيلة بقى فإيه محمد كان بيحب عيلته ويحب يكبر عيلته اتقال عنه كتير جدا عن علي من الجهتين لكن خلينا نتفق إننا لما بنتكلم على الوصف الإسلامي لأي شخصية إسلامية وخاصة من الصحابة حتلاقي إن التعظيم والتفخيم والتحبيشات لكل المواقف تخليك تسمع إن هم أبطال وإن ده موجود وأساسي في السرديات الإسلامية يعني في يوم من الآيام هنتكلم عن صلاح الدين ستجد إنه شخصية مغايرة تماما للشخصية الحقيقية لمن هو صلاح الدين وده فين وفين يعني من آيام محمد هو بعيد عن محمد خالص ولكن ما بالك بقى اللي تكتب عنهم اللي كانوا عايشين مع محمد وخاصة بقى أقاربه وأصدقاءه إذا كان أبو بكر ولا عمر ولا سيف الإسلام خالد بن الواليد وكلهم اتعمل لهم تضخيم لهذه البطولات وحتى لما تلاقي إنه في قصص مثلا لقادة خرجوا في سرايا أو في غزوات وفتوحات إسلامية زي ما بيقولوا يا فتوحات لكنها يعني غزوات بيغزوا بلاد أخرى تلاقي إنه هؤلاء القادة يقولك إنه الجيش كان حيقع وما كانوش قادرين يفتحوا المدينة فطلبوا مدد فالخليفة بعت لهم واحد وإنه الواحد ده يعني قتل مش عارفة كام ميت واحد وكام ألف عزاي وخرفات تضخيم لأعمال بربرية وحشية لتلمعها لإنها تبقى بطولات وتبقى مثل للأجيال القادمة بنشوف الكلام ده لسه بيتحقق على الأرض النهار ده البطولات الإسلامية الخرافية اللي كنا بنسمعها بيتفخر بيها شباب اليوم وفي واحد بيكتب لي من الدواعش ويفخر إنه من الدواعش ليه بتفخر من الدواعش يا بي؟ أنت تفخر إنك تقتل؟ آه طبعا أفخر إني أقتل في سبيل الله أي فخر في قتل النفوس وأي إله يطلب الموت ولا يعطي الحياة إلا زا كان الشيطان نفسه لأنه كان قتالا منذ البدء وفي بدايات الإسلام ومن يوم الإسلام مبتدى إلى اليوم ترى أن قائد الإسلام قتالا منذ البدء فتبقى عارفهم يحض قلب المؤمن المسلم اللي عايز يكون ملتزم إنه يدي فريضة الدماء لهذا الإله فتعودنا إن السرديات الإسلامية بتتلم عن بطولات حتى ولو كان الموقف غير بطولي بل بالعجز تماما ودي بقى نقطة مهمة جدا عايزاكو يعني تنتبهوا لها إن السرديات الإسلامية في قصص هؤلاء الأبطال الوهميين لأنه أولا ما فيش دلائل على إن الشخصيات دي عاشت بالشكل ده وعملت الأعمال دي تلت ترباها حشو فلازم ننتبه إن السرديات الإسلامية شوهت الأخلاقيات الإنسانية وعلى أساس إنه الانتصار للدين أو محمد أو إلهه ده يعني تعمل في سبيله أي شيء وعندما يعني يكون يقولك إيه الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة ده لا يمكن يكون مبدأ مسيحي أبدا ولكنه ما يبدأ إسلامي إزاي توصل لنصرة الإسلام مش مهم هقول حاجة مزعجة شوية عمري ما اتكلمت فيها على فكرة لما كان داعش في وقت يعني عز داعش وكانوا يبعاثوا الناس يفجروا نفسهم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيحطوا المفجرات في أمعاء الناس يعني مش عارف أقولها بطريقة ألطف الغاية تبرر الوسيلة باعترافهم فيديوهات يعني أنت مش كفاية أنك رايح تقتل ناس ممكن ملهمش زنب ومنهم مسلمين ويقولك يعني فدانة المهم المهم نصرة الإسلام فيبقى زي وزي طاج المخدرات بيحط المخدرات في الأمعاء الدقيقة والغليظة دا بيحط بقى مفجرات ويروح يفجر نفسه الغاية تبرر الوسيلة دا يعني لا يمكن يكون هدف أخلاقي أبدا مدام الانتصار للدين ومحمد وإلهه هتلاقي بقى إيه يعني قصص كتيرة تتبني على دا علي من الحاجات المعروفة عنه يعني ما تبتدي تقرأ في قصة علي أو في الإسلاميات عموما تجد إن علي خصيصا رجل تصاحبه الخرافات من البداية من البداية فخلينا نبتدي من ميلاده يعني أنا مش هديكم تاريخ بقى يوم بيوم في حياة علي لكن لازم نقف عند حتة ميلاده دي ما بين السنة والشيعة يعني السنة دايما يتكلموا إيه عن الشرف في ميلاده هو ابن مين وأبو مين وجده مين وعيلته بتشتغل في إيه وإنهما كانوا مسؤولين عن الكعبة وعن السقاية ولا عن الحجيج ولا عن يعني لكن السنة لما يجوا يتكلموا كان يقولك إنه من ضمن مهام الأسرة دي اللي هما باني عبد المطالب إنهما بيرعوا الحجيج وإنهما كانوا مسؤولين عن الكعبة والكلام ده كله فيقولك إنه إنه دي كانت تجارة وإنه إنه الناس كانت بتيجي تضع أصنمها في حوالين الكعبة وهم يتجروا يعني ممكن يبيعوا حاجات الهدوم اللي لازم يلبسوها أو الأكل الشرب الكلام ده كله مش زي بقى إيه ما كانوا بيحكوا لنا وقلناك بقى إنه دي كانوا بيعملوا بيبزلوا من عندهم الثقاية والثريد للحجيج كان بيزنس زي ما هو بيزنس دلوقتي بالزبط واحد من الشيوخ أعتقد السويدان بيقول في حديثه عن علي بالذات إنه يعني يا جماعة ما تفتكروش إنه الحجيج كانوا بيروحوا عراء كده علشان هو دي كانت العادة وإنه لا هم كانوا بيعملوا كده يقولونهم تيجوا عراء وتشتروا من هنا عشان يبقى بيزنس طبعا يعني تبرير واهي إنه الأصنام كانوا بيعبادوا بطريقة يعني غير لائقة لكن ما هو كده برضو ما نفس الحكاية بيزنس برضو دلوقتي يعني لم يتغير شيء هم بس حطوا الأصنام وخلوا صنم واحد التركيز على خلفية علي أسرته شغلهم إنه هاشمي ويقولك إنه إنه علي هو أول واحد من أبه وأم هاشميين وكأن ده هو يعني إيه فخر العرب لإنه الهاشميين دول كانوا من أعظم القبائل طبعا لإنه المفروض طالع منهم محمد وطبعا أنا أجد صعوبة في تصديق ده لإنه الناس في الوقت ده كانوا يعني إيه البنت تتجوز ابن عمها وابن خلها وابن يعنو فكانوا بيتجوزوا من بعض فما تقوليش إنه علي هو أول واحد من أمه وأب هاشميين يعني هو بس إيه لإنه من سلسال محمد لإنه محمد بن العيلة دي فلازم نفخم ونكبر ونقول بقى على اللي محمد كان بيحبه إنه يعني إيه أحسن الكل يقولك الهاشميين كانوا فخر العرب وطبعا يعني الشيعة بقى يحكوا قصة ميلاده بصورة تانية خالص أنا أسمعكم الشيخ بيتكلم على ده شيخ شيعي بيتكلم على من هو علي الأول من وجهة نظرهم خلينا نشوف إذا شأننا من هو علي ابن أبي طالب يقال لنا دخل إلى الوجود عن طريق أشرف بيت من بيوت الله نعم جاءت به أمه تحمله وأمشكت بباب الكعبة ورفعت رأسها قالت اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنا بيتك العتيق فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي فيقول لي التأريخ وبضعة يعني بضعة مؤرخين ذولا كانت ضمائرهم حية أبت أن تكتم الحقيقة انفرج لها جدار الكعبة ودخلت وبقيت في داخل الكعبة وضعت وليدها وخرجت تحمله على يديها تحس إنه إيه؟ افتح يا سمسم انفرج لها جدار الكعبة وراحت بقى إيه؟ تولد علي لأنه طبعا التأهيل لأن علي ده يعني حاجة ما حصلتش هو اللي كان هيبقى نبي وهو ده يعني يصل تعظيمه إلى درجة التأليه في الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع شخصية علي الحقيقة إن الصورة اللي هو بيتكلم عنها دي بيقولك إنه يعني من خلال أبحاثه لا إنه بضعة من الناس اللي كتبوا الأمناء لكن طب ما تعرفش يعني طب ليه مش واحد بيخرف طب ليه مش واحد بيكتب حاجة دخيلة إذا كان الكل اجتمع لأنه ده مش طريقة ولادته لكن عندك ثلاثة أربعة بس اللي إن ده يوافق ما تريد أنت أن تبنيه في شخصية علي وبعدين أو في النظرة إلى مكانة علي وشخصية علي لازم يبقى في حدة معجزة فتفتح جدار الكعبة ودخلت وولدت جوه مع إن إحنا عندنا حاجات بتقول إنه وكان في أصنام دخل الكعبة فهي كان بتولد جوه الكعبة وفي أصنام مش كده بعدين الست دي جابت منين قصة وكتبك ورسلك وإبراهيم وإزاي إزاي بقى دعوة الدعوة يعني دعوة ولية في ساعات مغربية دي إزاي عرفتها منين طبعا دي حاجات كلها كتبت وأولفت وبعد كده مماني يروح يقول لك بقى وخرجت تحملوا على يديها تفكرك بمين عايزين يمثلوها بالسيدة العذراء إنها بقى خرجت ليهم ويشايل الطفل وأشرت لي ومش عارف إيه وطبعا دي كل قصص مؤلفة الكتاب المقدس ما بيقولش كده ولكن هو الشبه والتشبيه بيعني سيدة في هذه المكانة يعظمها الكل واللي هي أم علي دي بقى شوف بقى الفيديو اللي بعد كده حتلاقوا حاجة انتبهوا لكل لفظ بيقولوا في الفيديو ده عن نشأة عالي بقى وشوفوا عاملة إيه ستة خرجت من جوه الكعبة وهي لسه والدة معرفش بقية الحاجات اللي بتحصل لما الناس بتولد حصل فيها إيه يعني معرفش حصلت معجزة بقى من التنظيف جوه ولا إيه أنا مش فهم لكنها خرجت وبصها تعمل إيه وضعت وليدها وخرجت تحمله على يديها وأقبلت به فتناوله رسول الله صلى الله عليه وآله منها وهذه بداياته من الكعبة الطاهرة إلى صدر رسول الله إلى أجواء البعتة والتحنف في غار حراء ثم إلى أجواء البعتة من هنا بدأت البداية المشرفة الكريمة من بيت غاية بالطهر والعفاف ومن أسرة مثلت ما في بدء آآ تاريخها مثلت أو جشدت آآ إرادة الشماء في حمل الإسلام لأن أم من المؤمنات وأبوه أبو طالب من المؤمنين الذين أظهروا الشرك وكتموا الإيمان لأنه لو أعلن بموقفه لكان حكمه كحكم شائر الناش الذين وقفت قريش بوجوه ولكن عنها للطريق حمل دعوة وأصحابها طلع أبو علي هو اللي حمل دعوة وأصحابها وطلع كان مسلم يعني يعني إيه يعني بذمتكم أنتو مش مبهورين دلوقتي من أين أتيت بأي يعني إيه الدليل جبت منين فكرة أن أبو علي وأمه كانوا مسلمين ما حصلش ما عندكش ولا دليل وأنه كان إسلام سري عشان يوصل لإيه علشان يعني إما اللي هيعمل إيه هتروح هبته لو أسلم طب يعني ما هو علشان كده بقى يعني كنا سمعنا بعد كده إنه من المؤلفة قلوبة السنة بيقوله عكس كده إنه فيش حاجة بتثبت إنه أسلا لكن الشيعة لازم يبرره ويفخمه وطبعا لازم تخرج وتروح مديال محمد على طول في إيده فيبقى في حضنه وفي صدر وبعين يقولك ومن هنا بقى إيه التسويف بقى في الكلام يروح عايز يقول إنه هو ومحمد واحد يعني اللي اتنين متسويين وإنه عايز يحط الرسالة في حجره فيقولك من هنا بدأ إعداده للبعثة هو علي كان مبعوث واضح إنه ده من الناس اللي بيقولوا إنه كان مبعوث فبيقولها بلطفة يعني مش عايز يقول إنه يعني شريك في الرسالة وبدأ بقى إيه الغار حراء ومين قال إنه إنه علي كان بيروح مع محمد إيه الدليل إن علي كان بيروح مع محمد يقعد في الغار فيكون نزل عليه الوحي مثلا هو كمان فالتخريف بقى وشرف العيلة وإنه أشرف عائلة أعدت بقى العيلة دي أعدت علشان توصل منها الرسالة إن عددنا الجرائم والمصائب التي وصلت العالم عن طريق هذه العائلة التي تنسب للتصميم الإسلامي فقط أو المصائب اللي بيعاني منها العالم النهاردة من الأفكار الإرهابية الجهادية الدونية التي تنظر للآخر على إنه كافر وتنظر للمرأة على إنها نقصت عقل ودين وتنظر للأطفال على إنهم ملكية وتنظر للإنسان على إنه حر وعبد يعني مصائب الختم الإسلامي فهي العيلة دي اللي شرفتنا بكل هذه المصائب ما تزعلوش يعني مش قصدي أني أهين المسلمين ولكن هذه حقيقة المصادر الإسلامية هي مصادر كل ما يعاني منه العالم اليوم من البشاعات اللي قلتها دي كلها لأنه ختم وإقرار من الله تقول للمرأة أنت نقصت عقل ودين ختم محمد وأطيع الرسول وأقولي الأمر منكم هو اللي قال يبقى كلامه قانون يبقى هكذا يراني الله وحاشا أن يرى الله خلقته ناقصة أو يخلق الله خلقته ناقصة فيعني كل المصائب دي يعني يقولك أنه أبوه أسلم والتخريفات دي كلها علشان لا يعشان ما يكونش في حاجة تشين من جهة نظر المسلمين عالي مش ناقص حاجة طب ما هو محمد لا أمه ولا أبوه كانوا مسلمين ولا يقدر يدعي لدي ولا يقدر يصلي ولا يقدر يدعي لده ولا الجده ولا العم ولو كان أبوه أبو علي اللي هو أبو طالب لو كان أسلم ما كانش هيقول لقارب الناس لي ما كانش هيروح يبايع محمد ولا يقوله طب أنا مآمن بس خليها بيني وبينك عرفتم منين من البداية الرسائل المزدوجة في كل القصص اللي بتصلنا من السلف والسرديات الإسلامية فيها رسائل مزدوجة كل واحد بأذا كانش يعه اللي سنة يخدم رسالته ورؤيته حتى ركز معي يخدم رسالته ورؤيته حتى لو شوه مبادئ الصدق والحق والأمانة لأن كل اللي قالوا شوف بقى إيه إسلام علي وإزاي يعني المصادر اختلفت في هذا الأمر هل كان هو أول من أسلم التاني التالت ما حدش عارف خليني يعني أقول أقرلكم هم اختلفوا في سنه واحد قال لك تسعة واحد قال عشرة واحد قال أربعة عشرة وهكذا شو مهم ما قوي الحتة دي لكن المهم إنك تبقى عارف إنه يعني دائما هناك اختلاف وكل واحد بيحكي القصة من منظوره عشان تخدم يعني اللي هو عايز يوصله بيقول كده قال المغيرة أسلم ولهو أربعة عشر سنة وده رواه جرير وثبت عن ابن عباس قال أول من أسلم علي وعن القردي قال أول من أسلم خديجة وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي يعني كان راجل ولا طفل ولا شاب مش عارف وإن أبو بكر أول من أظهر الإسلام وكان علي يكتم الإسلام يعني رقا يعني يعني أو خوفا صاري خوفا من أبي حتى في يوم لقيه أبو طالب فقال أسلمت قال له نعم قال ائذر ابن عمك وانصره وأسلم علي قبل أبو بكر يبقى هو التاني ومن هنا برضو إيه ناخد من الحديث ده إنه كان خايف من أبوه يعني لو كان في ريحة إن الأب أسلم يعني كان الإبن عارف ما يبقاش خايف منه لكن التاني قال له معلش يعني امشي وراء ابن عمك طيب الحدث الأكبر بعد كده هو هجرة محمد ودور علي كأول فدائي في التاريخ الإسلامي كما يقول عنه الشيوخ عايزاكم تسمعوا يعني جزء بسيط من القصة طبعا إحنا عارفين إنه محمد كان لازم يهاجر وإنه جالوا خبر من جبريل إنه هما حيطلقوا عليه ويقتلوا وفعلا تجمعوا أمام البيت بتاعه نشوف عمل إيه بقى إزاي خرج وعمل إيه مع علي في الليلة التي كان سيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد اجتمعت على قتله وأمره أن لا يبيت على فراشه اللي كان يبيت عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من خطته أن يخلي علي رضي الله عنه ينام في نفس الفراش وغادر النبي صلى الله عليه وسلم بيته هؤلاء واكفين يعني طبعا عملية فدائية الخبر قال له قال له في ناس الأهان سيأتوا يقتحموا أو قد ينتظرواك لما تخرج يقتلوك لأن خافوا أن يكون هرب منهم وهذا موجود وإذ علي فرفع عن نفسه القطاء وقالوا محمد قال خيبكم الله هكذا كانت شجاعة علي رضي الله عنه وهو في هذا الموقف فهذا من المواقف الشريفة التي قالوا عنها أول فدائي في الإسلام فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه محمد خرج وطبعا يعني معظمكم شاب بقى الأفلام الأديمة يروح بقى يتعموا وجعل من بين أديهم سدا ومن خلفهم سدا فيروحات التراب فقراصهم والكلام ده كله هذه الخرافة ولكن هذا النبي وصلت له رسالة من جبريل أنه يخرج بدري ليه يختار أنه يخلي علي في البيت ليه ما ياخدش علي معاه يعني ما هما يعني زي ما شفنا في الأفلام مثلا تخيل أنت أنهما يفضلوا وقفين كده وأنه حصلت لهم حال التسهيم فكان ممكن تحصل لهم حال التسهيم برضو وعلي معاه ويمشوا مش فاهمة لماذا اختار أن يكون علي بدله لأنه الناس زي دي يعني تخيلوا الضلمة بالليل وهيدخلوا ويروحوا كل واحد يضرب بسيف عشان إيه قالك عشان لو ضربنا كلنا محدش هيقول مين اللي قتلوا فيتخنقوا معانا فتخيلوا أنه حيسيبهم يقطعوا بن عمه اللي هم ربي اللي هو بيحبه اللي حضطوله في حضنه وهو أول ما تولد ومش عارف إيه عارفين ليه بداية لأحيا أنا ويموت الناس ده المبدأ الإسلامي عند محمد محمد يأكل قبل الكل يشرب قبل الكل حتى لو كل جياع وعطشة الكل يزود عنه ويحميه ومن هنا بقى هو أسس في داك نفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله وكل المبادئ الإسلامية اللي سبت لنا مبادئ الزود عن الله ورسوله وبدايات الإرهاب الإسلامي أول فدائي في الإسلام يعني اتحط اتبرمج اتأدلج عن طريق أول مبرمج في الإسلام لفكرة الإرهاب والتضحية بالنفس حقيقة دي كانت بداية الإرهاب خروج محمد من مكة ويعني نهاية آيات السلم ومسالمة الجميع لأنه خرج من هنا وبتعد بقى إيه يقفلهم في الطريق ويقطع الطريق ويحارب والغزوات التي لا تنتهي والناس تنضمله والعصابات اللي كونها وكل ده من هذه اللحظة اللحظة اللي قالوا عليها أنه ده كان أول فدائي في الإسلام فعلا دي كانت بدايات الإرهاب لأنه تنتهي آيات السلم وفي المدينة تبدأ بقى الغراط والحروب والسبايا وقطع صلاة الرحم ودماء بلايين الناس منذ ذلك اليوم إلى الآن باسم الإسلام يا أخواتي الدماء لا تردي الله ولكن ما يردي الله هو توبة الإنسان المثل في المسيح أنه المسيح بزل نفسه عنه قدم لنا الفداء اللي هو إيه بقى؟ إرادة الله لأنه أحبنا فداء نفسك كان بإرادة الله بتصميم الله لأنه يحبك أنت بصورة شخصية المسيح على الأرض لم يترك أحد يدفع ثمن لحمايته لما بطرس شال السكينة وقطعوا إذن الجندي عمل إيه المسيح؟ قالوا لأ مش إحنا اللي نحارب بالسيف مش أنتو يا أولادي لأنه من قتل بالسيف بالسيف يقتل إحنا سلحنا كلمة الله محبة الله فمش هتشيل زنبي أنت مش بتدافع عني أنا أدافع عنكم فدافع عنه حماه فدافع عنه حماه وشفى الجندي وصلح الأمر وإدى الرسالة الحقيقية أن رسالتنا رسالة حياة رسالة فداء رسالة تضحية علمنا أنه إحنا نبزل أنفسنا زيه من أجل الآخرين لأنه ضحي بهم من أجل دين الله مش عايزك تضحي بنفسك الله قريدي عمل التضحية من أجلك حتى يكون لك حياة ويكون لك أفضل وإنك تكون صوت وحياة تمثل محبة الله فيقولك أنه الناس اللي يشوفوك يجوه لك ويسألوك عن السبب الرجاء اللي في أنت أنت عايشت زي كده أنت زي متسامح كده أنت زي محب كده أنت زي محتمل كده لأنك محتمل ألم كثيرة كما كان المسيح ولكنك فرحان بوجود المسيح في حياتك مش كئيب وغضبان وإرهابي دي نتيجة الفكر الإسلامي ودي نتيجة الحياة مع المسيح خليني نرجع بقى لعلي من هنا بقى أصبح علي المقرب المفضل وحامل لواء رسول الله ويبتدي بقى يعني محمد يتكلم عنه ويكبره بيدفع له بقى تمن اللي هو دفعه أنت دفعت عني فأنا حوريك بقى الحديثة اللي وسطتنا عن إعداد محمد لي أنه يكون قائد من بعده وأنه كله مكانة مختلفة في يعني من التمييز مميز في حياة محمد وهو محمد كان مميز دائما لأهله وقريش والناس اللي ينتمو له وكل ده لكن هو ركز شوية على علي بصورة متميزة ده سبب غيرة من ناس كتير من مكانة علي عند محمد خليني يعني أقرى لكم بعض الحديث اللي تقالت في في المسألة دي أوكي فبيقولك مثلا قال أبو هريرة إن الرسول قال كده في يوم خيبر لا أعطينا الراية رجل يحب يحبه الله رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه قال عمر فما أحببت الإمارة قبل يومئذ يومها لما قال كده قالك ده يعني أنا عايز الإمارة علشان أنا أحب وأتحب كده شمعنا أنا يعني فدع علي فدفعها إليه وذكر الحديث كما زكر الحديث كما تقدم في غزوة خيبر خيبر بطرقه وقال ابن إسحاء في المغازي بيقول كده العنعانات كتير أوي إنه الرسول بعته بالراية بتاعت الحرب فلما دان من الحسن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربوا رجل من اليهود فطرح ترسه من يده فتناول علي باب عند الحسن فتطرس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه فلقد يعني بعد ما رمى فبيقول كده فلقد رأيتنا يمكن تمانية بنحاول نرفع الباب ما قدرناش إنه كان تقيل جدا الخرافات بقى هنا بس خلي بالكم دي خرافات سنية تختلف بقى عليها تتفق معاها مش عارف إيه يعني طبعا إحنا كلنا سمعنا حكاية إن علي كان لي قوة خارقة وإنه شال باب الحسن وإن باب الحسن بقى ده بحاله كان هو التورس بتاعه بقى يحارب بيه ويدرب بيه ومش عارف إيه وبعدين بعد ما خلص على الجيش رمى مش كده أوكي خلينا نشوف الخميسي بيقول إيه عن خيبر والمبالغة أوكي هل علي بن بي قال قلع باب خيبر لا غير صحيح باب خيبر كان لا يحمله إلا أربعون وحمله علي بيد واحدة وصار يقاتل بيد الثانية هذا من الغلو هذا من الغلو في علي رضي الله عنه علي من شجعان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة رضي الله عنه وأرضاه هو من شجعان أصحاب النبي صلى الله عليه سيف من سيوف الله جل وعلا لكن تصوير المبالغات أنا حدثني واحد أقوى من هذه قال علي لما قاتل مرحبا اليهودي أيضا في خيبر يعني ضربه بالسيف على رأسه فشقه نصفين والسيف نزل إلى الأرض الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس سأجب لي ليحاول يوقف ما وقف إلا بالسابعة ولا تنقص الأرض من الصين شنهارقية يعني الكلام هذا كلام باطل يعني طبعا ده رجل بيقول أنه يعني دي مبالغة كبيرة يعني وهيحط يضرب بالسيف يشق الرجل النص وينزل بقى إلى الأرض السبعة والكلام من ده ف ولكن هناك من يقول بالحديث ده والحديث اللي أنا استخدمته دلوقتي عن موضوع باب الحصن هما بيقولوا أنه باب عند الحصن لأ باب عند الحصن ما قالوش باب الحصن في الحديث ده حوروها شوية لكن في أحد يستانية بتقول أنه خلع باب الحصن وحب باب الحصن ده كان يحمله أربعين راجل راجل وكلام من ده ما بين الشعع والسنة من الواضح أن المبلغة هنلاقيها مع كل الشخصيات اللي بنقدمها من التاريخ الإسلامي زي ما شفنا مع شخصية خالد بن الوليد مثلا وإزاي أنه كتير من القادة في الغزوات الإسلامية لأنهم كانوا متوحشين في حروبهم ده يعني بيخلينا يصوروها لك بقى هما أن دي كانت بطولات الحقيقة أن ده تشويه للحقيقة فيه فيه وحشية وفيه عدم رحمة فيه حرق للناس فيه ناس تقولك إحنا سلمنا يقوموا برضو يدخلوا الحسن ويقتلوهم يقولك كل واحد خرج علينا هنقتله وكلام من ده شفتوا ده في حلقة خالد وده كان بيتكرر كتير فدي بقت من البطولات اللي مثلا نقدر نقول عليها لا ده كويس إنه عمل كده خلصنا من الكفار أصدق قتل الكافر كويس نخلصوا من الدنيا فتشوهلينا الحقيقة عشان نقبالها كأنها بطولة لكن قليني أرجع ليه علاقته بمحمد مرة تانية أولا أنه يعني ما فيش شك أنه في مكانة خاصة هو أخذها من محمد خليني أقرأ لكم بعد ما قالوا محمد عنه وفي فكرة هتحطها تحت تحت فكرة أنت مني كهارون من موسى الحديث دي هتتقال يعني فيها نفس الفكرة بطرق مختلفة أوكي فيقولك كده حدثنا كذا عن كذا عن بعض أهله العناعنات طويلة أوكي بيقول كده حين خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله براياته فلما دانا من الحصن خرج إليه أهله فقتلهم فضربوا رجل من اليهود فطرح ترسه ويرجع تاني لموضوع الترسه الحصنه وبعدين قال جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم أنشد الله كم امرئ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير ما سمع لما قام فقام الناس كثيرون فشهدوا حينئذ أخذه بيده رسول الله فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم فقال لهم فقال ما كنت من كنت مولاه فهذا مولاه بشارة على علي أنا مولاكم وأنا أولى بيكم من 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 أنفسكم وده كمان من كنت ولاه فهذا هذا مولاه اللهم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ثم قال لي زيد بن أرقم سمعت رسول الله يقول ذلك له عمر سمع الحديث اللي جاية دي وابتدى يغير بقى من مكانة علي قال حمد بن سلمة وعن زيد عن أبي هارون عن عداي بن ثابت عن البراء قال كنا مع رسول الله في حجة الوداع فلما أتينا إلى غدير خمك كسح ما حرفش الجسامي الغريبة بتاعتهم دي لكن قال محمد قعد تحت شجرتين ونودي في الناس قال يلا الصلاة جامعة ودع رسول الله علي فأخذه بيده وأقاموا عن يمينه فقال ألست أولى الناس بكل مؤمن من نفسه قالوا ياس نعم قالوا ياس فإن هذا مولى من أنا مولى اللهم ولي من ولا وعدي من عدا فلقياه عمر ابن عبد الخطاب فقال هنيئا لك يا علي أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة طبعا يعني عمر واضح أنه دي مش حاجة ترديه أولا قال أنا ما عمريش كنت يعني أطمع في الإمارة إلا من لحظة ما قال ده مني كهارون من موسى ولكنك لست نبي دي طبعا يعني من الأمور اللي خلاته يبقى في مكانة عالية أقرب الناس إلى محمد أيضا في حديث بيقول كده من سب علي فقد سبني ويقول كده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغدك إلا منافق ويقول كده إن كنا لنعرف المنافقين ببغدهم علي وقال أبو الزبير عن جابر ما كنا نعرف منافق هذا الأمة إلا ببغدهم علي يعني كان في يعني وضع نفسه محمد وضع علي في مكانة تقترب كثيرا منه يقول لك إنه إنه محمد لما اختار العشر المبشرين من الجنة وجيه دور علي فكان قاعد يقول يعني يا رب بعث لي واحد أنت بتحبه فجي علي هناك مثاك مشاكل كبيرة في إنك يعني تخلي أشخاص يقدسوا بهذا الشكل والحقيقة إنه في الكتاب المقدس ما عندناش تقديس أشخاص ومتقوليش إن في قدسين وإنتوا بتصليوا للقدسين والكلام ده كله أولاً مش كل الطواقف بتصلي للقدسين احنا متكلم عن الحياة الكتابية ما فيش حاجة اسمها نصلي للقدسين هناك شفيع واحد اسمه يسوع المسيح الله لم يضع بيننا وبينه أي وسطة وسطتنا الوحيدة هو المسيح هو اللي فدانة فنتحدث له مباشرة ونعبده مباشرة ونخدمه مباشرة ونلتقي معه مباشرة مش محتاجين وسطاء عالمين إننا غير مستحقين فما عندناش واحد أكبر من واحد لكن الإسلام يضع طبقات من الناس حتى تستطيع إنك تصل في مرحلة ما إلا إنك تكون من يعني المقربين إلى الرسول أو الشيخ أو الحاكم أو الحاجات محبوبة لكن الله هو اللي يدي لك إمتك مش أشخاص ولا مراكز من الحاجات المهمة جدا اللي في حياة علي المعروفة بشكل كبير هي معركة الجمل وطار بينه وبين عيشة لازم يمشي في الحتة دي بسرعة لإننا اتكلمنا فيها في موضوع عيشة كان فيه بينه وبين طار وعيشة طار فعلا لإنه لما حصل حادثة الإفك واتهمت عيشة بإنها كان ليها علاقة بصفوان ورجعت البيت ومردت وقعدت والناس كانت تتكلم عليها وكده ومحمد محتار مش عارف يعمل إيه ويصدق مين وما يصدقش مين في يعني الحادثة دي دي كانت حادثة كبيرة جدا واثارت خناءة بين الأوس والخزرك دول بيتكلموا على محمد ودول بيتكلموا على عيشة دول بيدفعوا دول مش بيدفعوا فمحمد طلب علي وأسامة بن زيد عشان يستشرهم أعمل إيه أسامة قال له أهلك يا رسول الله ولا نعلم عليهم إلا كل خير أما علي بقى فرح عامل إيه قال له إن النساء كثيرات وأنت قادر أن تستخلف غيرها وبقى إن هقول لك حاجة بقى عشان يعني عشان يقول له طب بص اسأل الجارية بتاعتها وهي هتصدقك الكلام أولا كان دائما عيشة كانت بيضغير من مراته فاطمة لأنها أقرب الناس إلى محمد فمحمد دعا الجارية نده لها اللي اسمها بريرة وقال يعني علشان يسألها قبل ما تنطق الحديث الحديث بتتكلم عن ده بيقول لك قبل ما تتكلم قام علي ضربها ضربا شديدا فضربها ضربا شديدا وهو يقول أصدقي رسول الله أصدقي رسول الله فالست قال أنا معرفش حاجة عن عيشة إلا كل خير أنا يعني بس هيك أسلانا شوية لما عجن العجين واسبهولا عشان ترعي تقوم تنام والداجينة تاكله بس وإيه وتنتهي القصة على كده وبعد كده التبرئة تيجي بالقرآن وأي أن كانت النقطة هنا إن العداوة اللي كانت بين علي وبين عيشة سببت شق كبير في صفوف المسلمين هو كان متشقق لـ 900 حتة وكل واحد بيتخانق على القيادة كتير منهم كانوا بيتخانق على القيادة لأنه كان باقي في وقت علي لما علي مسك القيادة أو الخلافة كان لسه في كتير من الناس ممكن يبقوا هما اللي يختاره يعني فعيشة فضلت تكرهه لدرجة إنها لم تذكر اسمه أبدا وده في أحاديث معروفة تقولك إنه كان واحد فلان كان مش عارفة زيد ولا مين ابن عباسي يمكن اللي كان بساند محمد وآخر ما تقولش اسمه ويطلع الآخر دي علي في مشاكل كتيرة جدا في الأسرة دي الأسرة الشريفة الإدعاء المفروض إنها مثال للمسلم النهاردة أتقول يعني إيه ما هي عيلة وبيتخانقوا وضعاف النفوس ومش عارف إيه لا هي المسألة مش كده المسألة إنه إنت كده لخبطت معنى الشرف والعدل والكرامة والإيمان لما يقاس مع هذه التصرفات لأنه كل تصرفاتهم بتقول إنه ليس هناك إيمان يربطهم بإله حقيقي يغيرهم ولا تقوى هي التقوى مش إنك تحفظ الفرج ولكن التقوى إنك تحفظ قلبك لذلك يركز الله في الكتاب المقدس على إنه أعطني قلبك طلب أنا عايز قلبك علشان قلبك يكون نظيف علشان الإيمان ينبع من الداخل بتغيير حقيقي مش تبقى زي بيقولوا إيه من برها الله الله ومن جوه يعلم الله ده ده الشكل التقوى الإسلامي لم يغير الإسلام عيشه ولم يغير علي أيضا علي كان راجل عايش في حياته للحروب والنساء أيضا لأنه في أحاديث بتقولك مثلا إنه راحوا غزوة طلعوا في سرية الماء ورجعوا الناس متضايقين من علي وراحوا لمحمد فقالوا له إنه علي أخذ تصر ب إحدى الجواري أوكي ف محمد مردش عليهم فاتغازوا أكتر فجمعوا أربعة وراحوا وفضلوا ماشيين وراء محمد كل واحد يقول لها له مرة علي تصر بالجارية علي أخذ جارية علي في الحرب شغالة ودول بيعملوا إيه ياخد جارية يريح معها شوي مش من حقه لأن الغنائم لم تقسم بعد فكان رد محمد بغضب لا تسيقوني في علي فكل بقى كتم طبعا حرب الخوارج من الحاجات يعني الكبيرة في حياة علي هو بيقولوا كده أنه وفقاتل الخوارج الذين أولوا القرآن والحرب دي كان في منتهى الوحشية فيها خليني يعني لو بس قررت لكم جملة أو اتنين من ما قالوا علي أنه على كل أحوال بقي دقيقة أو اتنين لكن بيقول أنه في أحد الحديث بيقول أنه هو لما راح يحربهم راح ولوا قالوا طب أنت أنت اللي تبقى إله ن أنت ربنا فانزعج منهم فرح لممهم كلهم قتلهم وحرقهم كلهم استخدام علي في حروبه بحرق الناس بالنار سواء تابوا ولا ما تابوش زيه زي خالد محمد قال إيه اللهم إني أعوز بك من مصنع خالد لكن ما قالش أعوز بك من مصنع علي مثلا ألم يكن هو أيضا في حروب الردة لا كان علي كان منشغل بأمور الدنيا يقول لك أنا ما كانش حلتي حاجة وبقى عندي من الخير كتير بعد رسول الله السؤال يعني يمكن في دقيقة واحدة عايز أكلمكم عن مقتل علي علي قتل قتل أحد المسلمين فبيقال كده قال له أنا لو عشت أنا اللي حاكمه لو ما عشتش بقتله تفاصيل كتيرة في الموضوع ده فلما مات ولاده وقه وعلته عمله إيه عمله اللي هو كان بيعمله قطعوا الراجل وإدين ورجلين وبعدين خرموا له عين وبعدين كان قاعد يقرأ قرآن فرحوا قالهم يعني سيبولي لساني عشان أقدر أقرأ قرآن فما رجوش يسيبوا لسان ورحوا قطعين لسانه وبعدين أتلوا وحرقوا تقولك إيه هذا الشبل من ذاك الأسد هم زي أبوهم هم زي إلههم تصرفات هذا هذا الإله كانت هذه التصرفات السؤال هل دول أبطال إزاي غيرهم هذا الإله والإيمان لكن زادت وحشيتهم وطمعهم لأنه يعني إله هذا الظهر قد أعمى قلوبهم الكتاب المقدس اللي بيقول كده إن إله هذا الظهر الشيطان هو اللي بيعمي قلوب الناس اللي بيسلموله كده ويعيشوا في الشر أنا بصلي إنه النهاردة لما تفكر في قصة علي ولا خالد ولا عمر ولا مش عارف إيه تبص لإيه اللي غير حياتهم بقوا أفضل في إيه بقوا أفضل عشان تابعوا محمد وصدقوا الرسالة ولكنه محمد صنع منهم مجرمين حرب محمد صنع منهم مغتصبين نساء محمد صنع منهم هاتك أعراض وقاد لجيوش من العبيد لما مات علي كان عنده 17 سرية ده غير بقى بقيت الرجالة اللي كانوا مالكو من أين لك هذا من إله الشر من قوانين الشر من من الإيمان بشيء خارج عن محبة الله أو قانون الله وصلي شفاء لقلوبنا وصلي تعديل لأفكارنا من فكر الشر إلى فكر الله في المسيح يسوع وصلي من أجلكم وألتقي بيكم مع قصص أخرى وحلقات جديدة إلى اللقاء